اشتركوا في القناة هذا يا جماعة الخير طفل اسمه شعبان عبدالله حميدة عمره 13 عام من مدينة حلب من الميسر يتيم الأم ووالده مبتور الساق مهمته بحسب التلفزيون السوري قنص المدنيين الذين يقومون بالمرور على جسر الشعار وكذلك عناصر جيش النظام المتواجدين على الجسر علما أنه حي الشعار يا جماعة الخير تحسطة المعارضة المسلحة من أواخر تموز 2012 ولا وجود على الإطلاق للقوات النظامية يعني طفل عمره 13 سنة شو هالعساكر هذول اللي طفل قدر يقتل عشرة منهم هذا لو كان بالغ أو 27 يعني بالغ عاقل راشد كان معناتها بشيل ثلاث حواجز واربع كتايب وثلاث ألوية مثل جامبو جبار أو رامبو في زمناته لما كنا نروح بين الشام وحلب كان يحطونا فيلم بالباصات المحدثة الهوب هوب 75 إلا را كنا نروح راوحها رجع يعني فرامبو قتل بالفيلم أربعة شرطة وأربعة بالغابة واحد نزلوا من الطيارة يعني وثلاثة بذكازية المجموعة كانت 12 واحد هذا الطفل قتل 27 والمشكلة في الاستراب أو في العنوان أنه بناتهم تسع مسلحين طيب لأي فصائل تابع هذا إذا قتل من الطرفين جنود نظاميين وجيش حر ومدنيين لأي جهة تابع هذا الكلام ولا حول ولا قوتها إلا بالله الآن حديثنا اليوم عن دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي كما يتهكم عليها باسم داعش نتابع تقرير تل الذي عاده لنا الزميل فوزي قصيباتي ونبدأ فنعلن متوكلين على الله إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام بهذه الطريقة تم الإعلان عما سمي الدولة الإسلامية في العراق والشام في العاشر من نيسان عام 2013 وعلى لسان أبي بكر البغدادي ألغي اسم جبهة النصرة واسم دولة العراق الإسلامية ليعلن بعدها قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام بإمرة البغدادي نفسه هذا الإعلان لم يرق لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة فبدأ الخلاف بينهما حتى أيمن الظواهر زعيم تنظيم القاعدة لم يستطع التوفيق بين الفصيلين رغم أنهما يتبنيان ذات الفكر دولة العراق والشام جزء من مشروع يهدف إلى إقامة دولة الخلافة بحيث تقام إمارة إسلامية في كل بلد ومن ثم تتوحد هذه الإمارات لتقام الإمارة العامة سعت الدولة وهو اللقب الذي أطلقه السوريون اختصارا على الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى السيطرة على المناطق الريفية وخصوصا الحدودية منها فبدأت بالرقة وامتدت إلى دير الزور وعملت على التمدد بالمناطق الشمالية وصولا إلى ريف اللاذقية كما تواجدت في ريف دمشق ودرعا كل ذلك تمهيدا لإعلان الإمارة الإسلامية البعض يقول إن الدولة لم يتوقف دورها عند مقاتلة النظام السوري بل تعداه إلى قتال كل من لا يتبنى فكرها أو يخالفها الرأي من السوريين فقد اشتبكت مع حزبي البكاكا والبي واي دي الكرديين وتصادمت مع بعض كتائب الجيش الحر في مناطق مختلفة ويقال أيضا إنها لا يهمها انتصار الثورة ولا حتى سقوط النظام وأن كل ما يهمها الاستلاء على منطقة جغرافية لبسط سيطرتها عليها خدمة لمشروعها ممارسات داعش على الأرض أثارت غضب وحنق السوريين فخرجت المظاهرات وأقيمت الاعتصامات تنديدا لممارساتها حتى الناشطين الذين خرجوا منذ بداية الحراك الثوري لم يسلموا منها فكرا حالهم إسلاميين بابا كان هو الحجر أمن العسكري وهم وين كانوا؟ كل هذه التصرفات دفعت بعض السوريين إلى التهام الدولة بأنها تخدم أجندات تصب في صالح النظام السوري في نهاية المطاف ولكن في المقابل تقوم الدولة بحاملات ترويج وتنظيم نشاطات يطلقون عليها الخيمة الدعوية لكسب ود عامة الناس ونشر الفكر الدعوي الذي يخدم مشروعها ويعمد مسؤولها خلال هذه النشاطات على تذكير السوريين بأن هؤلاء الذين أتوا لنصرتهم إنما هم كالمهاجرين في عهد الإسلام وأن من واجب السوريين أن يكونوا كالأنصار يحبون من هاجر إليهم فيجب أن نحب المهاجرين والله لأنهم لماذا؟ تركوا بنيوتهم وتركوا أموالهم الدولة الإسلامية في العراق والشام ليست الفصيل الوحيد في المشهد السوري المعقب ولكنها تمثل ظاهرة سعى السوريون منذ انطلاق حراكهم الثوري أن لا يكونوا تحت سيطرة فكر واحد وقالب واحد وإنما أرادوا أن يعيشوا حياتهم ويمارسوا نشاطهم تحت مظلة قانون ينبع من بيئتهم ويتوافقون عليه جميعا فلا يظلمون ولا يظلمون الدولة الإسلامية في العراق والشام شوف يا جماعة الخير أنا زرت سوريا قبل أيام وشفت بعيني وأنا بطبعي وأسلوب الصحفي لا أعتمد على الإطلاق على النقل المعنعن يعني معنعن كعين سعيد عن كرم أو مبهم يعني الحديث المبهم هذا اللي ما فيه راول لم يسم بل الذي أراه بعيني وما تمليه علي مهنتي في شقها الاستقصائي والصحفي بجوز ناس الآن تزعل مني يعني وفي ناس بجوز تكفرني ما يعجب هذا كلام لكن كلمة الحق ما بزعل حدا مثل ما بيقول جدا يا الله يرحب أولا نلفت عناية السوريين بأن لقب داعش داعش هو لقب تهكومي فيه استخفاف واستهزاء وليس اسما رسميا لها يعني ما فيه حدا بيسمي دوته داعش يعني لابد ما نوضح حقائق عن الدولة الإسلامية والكلام شي بيقولوا لك عنها مخابرات سوريا شي إيرانية شي أمريكان ليه قوية هيك في الداخل لماذا التفى الناس حولها وتركوا الجيش الحر إلى آخره يعني في عنا شغلة يعلمونيها لما كنا صغار اسمها تحرير محل البحث وتأصيله يعني خليونا نشرح للناس من أين أتت وكيف ولماذا وهدفها وخطرها محاسنها مساوئها وكل شي الدولة أول ما برزت يا جماعة الخير للسوريين والغير السوريين دولة الإسلامية يعني كانت باسم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين ثم غيرت اسمها إلى قاعدة الجهاد ثم إلى دولة العراق الإسلامية ومجلس شورى المجاهدي اكتسبت هذه قاعدة الجهاد شعبية جيدة في المناطق السنية في العراق لأنها قاتلت الجيش الأمريكي وميليشيات مدعومة من إيران وميليشيات الأحزاب الشيعية مثل الجيش المهدي وقوات بدر كانت تبرز أكثر في المناطق المختلطة العظمية بغداد مثلة الموت جنوب بغداد الطيفية اليوسفية المحمودية وبعقوبة بسبب أن هذه المناطق المختلطة مع السكان الشيعي يكون فيها منسوب الاحتقان الطائفي في أوجه وأعلى من عام 2003 و2006 أنا لن أطيب في هذه النقطة حين قتل الزرقاوي في 7 يونيو 2006 حافظت القاعدة على شعبية مقبولة وكان من الممكن أن تشاهد مثل الآن ما نشوف بالرقة وحلب وإدلب والأرياف شعارات مؤيدة للزرقاوي والدولة جدران الأحياء السنية في بغداد مثل الغزالية مثلا الآن نشاهدها في حلب والرقة وغيرها في نقطة لكن كما هو جيد في التنظيم في الحرب هو سيء جدا في الحكم يعني بداية نفور الناس منه كانت في معركة الفلوجة الثانية نهاية 2004 حين عاشت الفلوجة ستة أشهر في استقلال ذاتي حكم محلي وحيد في العراق بفضل مقاومة أبنائها رفضهم دخول الأمريكا خلال هذه الأشهر تسببت مبارسات المتشددين اللي هم الآن الدولة الإسلامية في بغد معظم سكان الفلوجة له مما أدى لاحقا لتمرد العشائر السنية في محيط الفلوجة والأنبار ليه أنا أتكلم بهذه التفاصيل لأننا بنحتاج للسياق تاريخي ليه إجت على سوريا وليه شو الهدف يعني نقطة التحول يا جماعة الخير كانت عندما أعلنت الدولة الإسلامية فرض إرادتها وصلتتها على الفصائل السلفية وإضافة إلى الممارسات المتشددة برزت حالة من التمرد السني ضد القاعدة دخلت الفصائل السنية في معارك سمرت نحو عامين مع القاعدة قتلت فيها القاعدة الكثير من شيوخ العشائر قادة الفصائل الجهادية السنية من الجيش الإسلامي كتائب العشرين المقربة من حارة الضاري هون جاء الفرج للأمريكان استغلوا واحد اسمه قتل بعدين اسمه عبدالستار أبو ريشي أغدقوا عليه بالمال ليقاتل القاعدة بالصحوات لكن ما سعده في ذلك هو كراهية العشائر السنية المتزايدة ضد تنظيم لذلك كانت الصحوات في جزء منها تتكون من قيادات وعناصر الفصائل السنية المقاومة للأمريكان لكنها قررت مقاتلة القاعدة هنا اتفق الإسلاميون الذين كانوا يقاتلون الأمريكان مع الجيش الأمريكي في محاربة القاعدة والدولة الإسلامية اللي هي دولة العراق نشرت حالة الصحوات كان الهاجس الأساسي أن السنة يريدون كسب الجانب الأمريكي لصفهم بعد أن توغلت إيران في العراق فاختاروا التحالف مع الأمريكان ضد إيران والقاعدة هذا التفسير عموما صحيح باختصار القاعدة في العراق وردت كما قال المقربون منها نظيفة لكن تلوثت بتطرف التكفيرين فيها وانتهت بقتال حاضنتها الشعبية من السنة كما يحصل الآن في سبيل هذا مختصر وتحرير محل البحث الآن نقاط سريعة لماذا قوية في سوريا عندنا لأنها باختصار تشتري السلاح من الجيش الحر عندك دبابة عندك بكسي عندك دوشكا أي شيء نحن جاهزين شندي دبابة عشرة مليون شو عندك مثلا دوشكا مليونين أين يكون دفيع الجماعة معهم دولارات كب يعني اللي بده كان تشتريه ما عنده مشكلة والجيش الحر هو نوعين يعني نوع ببيع لأنه في عنده عناصر لا يملك لهم قوت فبيبيع مشان يعيش عناصره وفي نوع آخر نوع بيحب الغنائم والأشياء هاي يعني فاسد يعني فبيبيعه من أجل الكسب المالي يعني فساد يعني بيقولوا لك هذول مخابرات سورية هذول على تنسيق مع المخابرات الأسد وأشياء كثيرة أنا بحياتي ما شفت واحد مخابرات سورية مثلا بصير انتحاري أو سشاري يعني بعبي نصف طوم بسيارة وبروح يفجر حاله بحاجز هاي أول تفنيت بيقولوا لك مخابرات إيرانية طيب كيف مخابرات إيرانية دولة الدولة وهم فجروا خمسمائة سيارة مفخخة خلال ست أشهر في المناطق الشعية في العراق كيف يعني ليه التف الناس في سوريا حولهم ليه وحقيقة انه الجيش الحر كذب كبير يعني كلمة الجيش الحر لا ما عد في شيء اسمه في سوريا جيش حر كله كذب اسلامية والذي يقوله غير هذا الكلام بيكون كذبون أشهر ويخدع نفسه ويخدع النفس ليه التف لأن الجيش الحر في بدايته كان له كان رائع جميل ما عنده شيء دخله المال والفساد والتدخل الإقليمي فصار يهتم بالمعامل بالتشويل بالأشياء كثيرة فالناس قارنوا بين السيء والأسوأ شافوا الإسلاميين هذولا ناس بيخافوا الله كذا بدت النصر وغيراته وغيره فالتفوا حولهم وتركوا الجيش الحر التدخلها في حياة الناس هذا آخر محور نأجل الله نطلع عليكم لأنه بصراحة نحن نحب نعطي للمشاهد فائدة بدناش نحن نحكي توك شو هيك حكي فاضي يعني المهم بتروح على منطقة زي الأتارب وغيره وغيراتها يا أخي أنت مثلا واحد أهل حلب وأهل إدلب روح قلبهم الطرب وحسن حفار وابا حسن حريتاني وكلهم روح قلبهم هي من أعطاك الحق مثلا أنتك تروح تكسر السيدي تابعه ومشان ما يسمعه كله هذا كفر وتشدد وبدعه وشرك بالله هذه هي نقطة نقطة الرقة مثلا بيكونوا عابي أرقلوا مثلا الرقة تحسطرت الكتاب الإسلامية النصرة والدولة وغيرها الآن في عندك نقطة أنه بدهم يدعوهم إلى الصلاة كله ياتهم عابي أرقلوا بشي طبعا هنا ما بيشحطوهم غصب عنهم لا ما عندهم بفل كبير بيقولوا إلى الصلاة إلى الصلاة إلى ما هنا المهم في نقطة أنه أخيرا الدولة اللي بيعرفوها السوريين في الداخل ما بيقولوا داعش بيقولوا الدولة جبهة الساحل فتحوها وسيطروا على 16 قرية ما هيك إجي الاتلاف الوطني الآن اللي هو ضدها قال سجل بيان وقال والله هؤلاء انتصارات جيشنا في جبهة الساحل سكت جبهة الساحل مطار مننغ ظل يجتثمر فيه سنة ونصف في الأخير إجت الداعش نسفته كله لواء ستوستين في حمال لواء الصواريخ كلها المهم أعضاءها لا يمكن لأي مواطن سوري يفوت بالدولة دون ما يكون معه ورق التسكية من شيخين بالسلوك الحسن بمعسكراتها في الرقة وفي غيرها في حلب وغيراتها المهم يخلص الناس كلهم في سوريا والمراقبون أنه كما دمرت القاعدة سنة العراق ومقاومته الآن تدمر سنة سوريا هذا باختصار الجماعة عندهم مشروع وما يشفون فيه نذهب إلى فاصل وبعدها نستقبل ضيفنا من حلم ترجمة نانسي قنقر